الفكرة جات منين وجات ازاي والمسلسل ده يمكن يكون اكتر مسلسلات اللي اتعرضت لمشاكل هجوم قبليه وهجوم وسطه وحوادث واشياء غريبة جدا اهو حقيقة المسلسل كانت له ظروف صعبة جدا هو انا يعني صحفي ومهتم جدا بمسألة داعش دي من السنين طويلة من اول ما ظهروا وخدوا ليهم ارض في العراق وفي سوريا 2013 وهما بدأوا يعني يظهروا لغاية وصولا لما كونوا الدولة في 2014 حتى مع انتهاء يعني كيان الدولة ده في 2017 كنت مشغول طول الوقت يعني هما ازاي عملوا ده وازاي بيقدروا يكتذبوا ناس من دول اوروبية ومن مصر ومن غيرها من الدول وخاصة الابناء الطبقة الرقية او الناس اللي هما يعيشوا في بيئة اجتماعية معقولة ما بيفترضش ان عندهم ظروف اقتصادية ضغطة تجعلهم يروحوا السكة دي بالزبط بل بالعكس ممكن يكونوا متلققين تعليم جيد في جامعات اجنبية وما الى ذلك يعني اه وفي الصفة اللي فات عرضت اه اتعرض لها مسلسل 60 دقيقة ويعني حقق نجاح يعني لحد ما جيد الحمد لله الحمد لله ورد فعلي كويس فالشركة المنتجة طلبوا مني البحث عن مشروع اللي يبقى من بطولة الفنانة من نشاره الحقيقة برضو ما كنتش ماسك اوي الفكرة وبعدين بس هو بقى مسألة التراكمات يعني انا بقى لثمان سنين مشغول بالموضوع ده وعايز اقدمه في حاجة بس مشاف عن ايه بعدين كنت بقى رأى تحقيق كده في جارية الشرق الاوسط لقيتوا بيتكلم عن المخيمات المعمولة في شمال سوريا عن السيدات اللي كانوا متجاوزين من قيادات داعش وهم قيادات دي اللي اتقابض عليهم القتل فحطوا السيدات دولها في مخيم اسمه خيم الروج في 2500 سيدة والكثير من هناك فيهم سيادة من 60 دولة منهم بقى من مصر والسوريا والعراق وكل الدول العالم يعني السويد وغيرها وغيرها وفيهم اطفال وقرأت في التحقيق ان في مشاكل بتحصل داخل المخيم وان عمليات قتل بتحصل وان في هناك موجة من التطرف بتقودها بعض السيدات فيعني جات للفكرة ان احنا مازلوا في وقاريت في التحقيق واحدة مصرية هناك وانها بتقول انها راحت الرقة مع جوزها على غير هواها وكما معها الاطفال بتوحها يعني وانه هو بعد ما قتل مش اه يعني الاساس لهذه اه قصة حقيقة بسواء السطر ده ان هي الست تزيل لجراحة الرقة وبالوقتي في المخيم مش عافها ترجع ازاي فبدأت بقى انسج الشخصيات وبدأت بقى عملية بحث وبحث معمق عن ازاي الناس كانت عايشة اصلا في الرقة واه الشخصيات اللي ممكن تبقى موجودة وكنت مقرر من الاول ان انا هدخل ما ادخل اصلا كانت المواد المرجعية متوفرة علشان تقدر تنشئ تصور حوالين هذا الامر كتير واخنا على مرحلتين بقى المرحلة الاولى انا المعالجة واول خمس حلقات انا كتبتهم انا منفردا متمدا بقى على كثير من المراكة والتحيات والافلوم الوثائقية وما الى ذلك ثم انضم لي بحث متخصص في الجماعات المتطرفة الزميل الصديق الاستاذ علاء عزمي وهو بقى طبعا اكتر دراية مني فقدر يدخل بقى حتى في خباياهم يعني قدر يجيب افلام داعشية اللي عملها افلام دعائية ليهم قدر يجيب تسجيلات صوتية للقيادات منهم فداعش بقت عندنا على التربزة حرفيا واستعنا كمان بقى احد اهل الرقة اللي كانوا موجودين كشاهد دعائينا على ممط الحياة اليومية وازاي احكام الاعدام كان بتحصل ازاي احكام الجلد كان بتحصل وما الى ذلك يعني وطول الوقت كان المدخل انا كنت مقرر ان المدخل يبقى مدخل انساني مش مدخل ديني ولا مدخل فكري احنا مش داخلين خناقة فكرية دينية لان انا بعتبر اصلا انه ما ينفعش نتناقش في مسألة ان القتل حلال ولا الحرام احنا هيا المسألة متخطية احنا احنا نتكلم بعد كده فتلاقي طول الوقت الاحداث ما بين الفطرة وما بين الوحشية بس خلي بالك انت عندك هنا مشكلة ان احنا واخنا بنقول ان المسألة متخطية بداءة اي مدخل يعني منطقي او مقبول بتقولي في نفس الوقت اللي جاي من السويد واللي جاي مش عارف من بين فادا تناقض غريب جدا 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 ادي بقى كانت تحدي ان احنا عايزين ندخل جوة انفس هؤلاء الناس ممثلين بقى في شخصيات احنا اخترناهم يعني اكرم ممثلنا لهذا الطيار عمر يعني اللي هو السعداني وصاده بيمثل الطيار اللي هو ممكن يكون من بيئة اجتماعية اقل شوية ويغزي مثلا ما جرى بعد احداث السورات في 2011 في المنطقة العربية من احباطات او انكسارات او حتى خموحات زي اي ده عن اللازم وهو دايما الزروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بتأثر في توجهات الناس بجانب بقى تربيته وبيئته الاجتماعية وفكرته وتكوينه النفسي فطول الوقت احنا كنا نقرر ان انا هدخل اكتر جوة الشخصيات جوة الشخصيات من النوع عموان الدراما شخصيات بالاساس يعني وتفاعلها مع الاحداث بينتج من تفاعلها الشخصي زي للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية الفاتي في دوتك 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 في د